يريد تجرينا التطبيع بأضعف الإيمان كانت تونسيون يصفون بيانات شجب وإدانة صفقة القرن ليتحول الموقف إلى ترحيب ببيانات تصنف تونس خارج بوتقة دول التواطئ والخيانة الموقف التونسي جاء منسجما بين الأحزاب والبرلمان والخارجية التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل ونقابة الصحافيين التونسيين في إدانة التنكر لمبادئ الشرعية الدولية ورفض اختصاب الحقوق الفلسطينية والدعوة إلى وحدة الصف والتعبئة لإسقاط الصفقة أدع الفصائل المسلحة أن تعلن ما يسمى حركة التحرر الفلسطيني أو حركة الثورة الفلسطينية أو أي شيء موحد فيما بينها والجماهير العربية عليها أن تحرر العواصم العربية من الصهاين العرب بالرغم من شبه القناعة بفشل مسار أوسلو وباستحالة استعادة الأرض بالتفاوض وبانخراط أنظمة عربية في صفقة القرن لم يخرج الخطاب الرسمي التونسي عن الضوابط الدبلوماسية ليؤكد بيان الخارجية التونسية دعم كل المبادرات الرامية إلى استئناف مصاري السلام فيما دعى مجلس نواب الشعب البرلمانات العربية والإسلامية إلى إدانة هذا السلوك العدائي ضرب عرض الحائط بكل القرارات الدولية وهو محاولة لاستغلال الظرف العربي المترهل للأسف ليفرض شروطه على الفلسطيني تشكيل رائع عام ضد هذه الاتفاقات المذلة والمهينة للشعب الفلسطيني إلى التعبئة لهبة شعبية كبرى تجسد شجب القوى العمالية والشارع التونسي دعى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ناشد أحرار العالم رفض المؤامرة والتصدي لها تفاعل تونسيين في رفض صفقة القرن والانتصار للحق الفلسطيني يتصاعد يوما بعد يوم ولعل المسيرة الوطنية الكبرى التي دعى الاتحاد العام التونسي للشغل إلى تنظيمها قريبا ستكون أكبر تجسيد لصوت التونسيين الداعم للحقوق الفلسطينية المشروعة عامد شارع تونس الميادين